فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدي هناك بعض الإخوة إذا وجدوا من ليس على منهج السلف الصالح فإنهم يتكلمون به بكلمات ويذكرون أوصاقا له سيئة ويقولون ليس لهؤلاء عرض فيجوز غيبتهم فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح هل من منهج السلف الصالح الكلام في الناس تجريح الناس والحق من قدر المخالفين هذا ليس من منهج السلف الصالح وكما قلت لكم الذي يمتزب إلى منهج السلف الصالح لابد أن يدرس منهجهم ويعرف منهجهم ما يكفي الانتساب فقط السلف الصالح ما كانوا يجرحون ويسبون וيغتابون في المجالس ما كانوا يفعلون هذا إنما يناصحون النصيحة للفضيحة هذا مذهب السلام الصالح نعم